بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذاب صرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري إذا كان هناك مئة وأربعة وعشرين ألف نبي ووصي يتمنون زيارة الإمام الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة كما ورد في كتاب كامل الزيارات الإمام الحسين عليه السلام في ليلة الجمعة يزور من؟ الإمام الحسين هذا الرجل العظيم الذي تقصده الملائكة من السماوات السبع من الجنان السبع وتزوره في ليلة الجمعة لتأخذ من بركته ولتنال فيضا من عطائه تصعد به إلى الجنان فيزادون درجات ودرجات من القرب الإلهي هؤلاء الأنبياء من آدم عليه السلام وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الكل يتمنى بأن يأخذ من فيضي قبر الإمام الحسين وزيارة الحسين في ليلة الجمعة ويذهب بهذه البركة والفيض إلى السماء وسبحان الله هذه أول مرة الجنة هي صاحبة الفيض الجنة هي صاحبة البركة العظمة ولكن نجد هذه المرة لا قبر الإمام الحسين وزيارة الإمام الحسين والحسين عليه السلام هو مصدر الفيض للجنان هو مصدر البركة الحقيقية للجنان هو سبب رفع الدرجات للأنبياء والأوصياء في الجنان وللملائكة أجمعين وإذا بالإمام الحسين عليه السلام يفاجئنا جميعا ويقول أنا كذلك في ليلة الجمعة هناك مكان أذهب إليه أزوره في كل ليلة جمعة هذا المكان عظيم جدا هذا المكان فيه فيض وبركة وعلينا أن لا ننساه أبدا يا ابن رسول الله ما هو هذا المكان الذي أنت تذهب إليه وتزوره في كل ليلة جمعة يا أبا عبد الله أنت الذي يقصدك جميع الأنبياء ويتمنون أن يزوروك في ليلة الجمعة إلى من تقصد وتذهب جاء في كتاب بحار الأنوار كان مولانا الإمام الحسين عليه السلام يزور قبر أخيه الحسن سلام الله عليه في كل ليلة جمعة وهنا أراد الإمام الحسين عليه السلام أن يبين عظمة قبر الإمام الحسن وشخصية الإمام الحسن ويقول لنا جميعا بأني أنا الحسين الذي ياتي جميع الأنبياء لزيارته في ليلة الجمعة ليأخذ من فيضه ومن بركته إلى السماء أنا الحسين بن علي الذي ياتي إليه جميع الملائكة فوج يصعد وفوج ينزل إلى قبره الشريف ليأخذوا من بركات قبره ويشتمون من رائحة عطره ثم يأخذونها كهدايا إلى السماء ها أنا في كل ليلة جمعة أذهب لزيارة قبر أخيه الحسن سلام الله عليه فأستأنس هناك وأشعر بالكرامات والكرام والجود والفيض والبركة وإلى غير ذلك هذه الرسالة عظيمة علينا أن لا ننسى الإمام الحسن سلام الله عليه في شهر محرم الحرام كل من زار الإمام الحسن عليه السلام نيابة عن الإمام الحسين عليه السلام وقال له يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله أنا سأزور الإمام الحسن عليه السلام نيابة عنك وإدامة لهذه السنة التي كنت أنت عليها إدامة أثأبه الإمام الحسين بقضاء جميع الحاجات وجعل له من البركة كما يقول علماؤنا الأعلام بركة تختلف عن جميع البركات وكذلك الصحة تختلف عن جميع ما نراه من الصحة والعافية تكون حياته متميزة أحد الأخوة من أهالي الحجاز يعني يكلمني ذات مرة عن طريق الهاتف ويقول لي منذ ذلك اليوم الذي نبهت أنت عليه في مسألة زيارة الإمام الحسن نيابة عن الإمام الحسين سلام الله عليه لم تبق لي حاجة إلا وقضيت لم أمرض يوم من الأيام إلا وشفيت بحمد الله لم تكن لدي أزمة مالية أزمة أسرية أزمة في العمل إلا وفرج عني وانتهت هذه الأزمة لأني أحببت بأن أنذر هذا النذر بأني أنا أزور الإمام الحسين أو الحسن عليه السلام دائما على سيرة الإمام الحسين أن أزوره في كل ليلة جمعة نيابة عن الإمام الحسين عليه السلام وأنت كذلك تستطيع أينما كنت في مشارق الأرض ومغاربها من بيتك في كل ليلة جمعة أخرج أخرج أو استخرج عفوا كتاب مفاتيح الجنان وأخرج زيارة الإمام الحسن وزور الإمام الحسن من بعد نيابة عن الإمام الحسين سلام الله عليه وسوف ترى البركات وقضاء الحاجات وهذا مجرب ونافع جدا جدا نتمنى بأن نذكر الإمام الحسن في كل ليلة جمعة كما نذكر الإمام الحسين في زيارته في كل ليلة جمعة إن شاء الله تعالى وهذا ما أورده كله وثبته كله في شروحات رائعة آية الله الشيخ الوحيد الخرساني دام ظله الوارف لذلك نسأل الله أن يوفقنا لذلك الإمام الحسن وما أدراك ما الإمام الحسن هذه الجوهر المكنون إلى الآن التي لم تعرف عظمتها سلام الله عليه إلا بظهور صاحب الزمان سلام الله عليه الذي هي مظلوميته مشابهة لمظلومية الزهراء سلام الله عليها فجرب ولا تشك كما يقول مولانا الإمام الصادق عليه السلام جربوا ولا تشكوا فسوف ترى بأن زيارتك للإمام الحسن عليه السلام في كل ليلة جمعة نيابة عن الإمام الحسين عليه السلام كم تحلك من المشاكل وتقضي لك من الحاجات وتفرج لك عن همك وغمك وإذا وإذا قرأت القرآن نيابة مع الزيارة إذا تصدقت نيابة مع الزيارة إذا أطعمت طعاما مع الزيارة فسوف ترى الفيض لا ينتهي أرقام قناتنا لتفسير الرؤى والأحلام 077-600-266-73 0786-717-82-55 رقمان لا ثالث لهما هذان الرقمان خدمة واساب للرسائل الصوتية والكتابية فقط وأنوح لجميع الحسابات ونحن مقبلين على شهر محرم الحرام إن كانوا يؤمنون بخدمة الإمام الحسين وإن كانوا حقا يخدمون الحسين لا أبرئ الذمة آبادا بأن يأخذوا مقطعا جديدا أو قديما من قناتنا لأننا اكتشفنا بأن كثير من هؤلاء يستخدمون هذه المقاطع يضعونها في حساباتهم لجذب النساء وكثير من النساء اشتكينا بأمور لا نستطيع النبوحة بها حرصا على سمعة عوائلهم وإلا هؤلاء مع الأسف لا سمعة لهم برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام